كارثة في الهند، مشاهد مأساوية بسبب انهيارات جليدية في جبال الهيملايا الهندية. رجال الإنقاذ في شمال البلاد انتشلوا المزيد من الجتة تعود لمتسلق الجبال، مما رفع عدد القتلى حسب رئيس ولاية أترخند الشمالية. سوء الأحوال الجوية أدى إلى تعقيد جهود رجال الإنقاذ للوصول إلى الضحايا. فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن عملية الإنقاذ مستمرة في البحث عن المفقودين. حوادث الطرق بالهند تتسبب في مقتل نحو 150 ألف شخص سنويا، أي بمعدل وفاة واحدة كل أربع دقائق، وفقا لتقرير البنك الدولي الذي نشر العام الماضي. وتكبد الاقتصاد الهندي نحو 75 مليار دولار سنويا.